هل سيكون أقليم كردستان من ضمن ملفات التسوية التي تعمل عليها تركيا بعد تغير في مواقفها والانفتاع على سوريا وزيارة المرتقبة للأسد واللقاء السيد رئيس التركي رجب طيب أوردوغان هل دخل الأقليم ضمن ملفات التسوية وأنت تدرك أن الأتراك مفاوضين في قضية الملفات رقم واحد لم يخسروا ملفا واحد دخلت هذه المنطقة من ملفات التسوية سيد في نقطة أنت وضيفت تعرفانها تماما أكثر مني أفضل مني أنه الإقليم كردستان نعم أربيل نعم السليمانية الآن التنصيق التركي يتم بشكل مباشر مع أربيل المشكلة هي مع السليمانية وسياساتها لماذا؟ لأن السليمانية تنصق مع إيران نقطة أولى وتحاول دائما أن تحتمي بالغطاء الأمريكي لذلك سهلت دخول وخروج مجموعات قصد وقياداتها أكثر من مرة ومحاولة تسهيل سفارها عبر مطار السليمانية كما تتذكر وقتها وتحركت القوات التركية المقاتلة التركية لاستهداف هذه المجموعات المحسوبة على قصد على حزب العمال في هذه البقاءة الجغرافية يعني ما أريد أن أقوله لك أنه العلاقة مع إقليم إقليم كردستان في الشق المتعلق بأربيل لا مشكلة فيها تطابق في المواقف والسياسات طيب سيد سمير لعقبة الآن هي السليمانية كيف ستتعامل بغداد مع السليمانية أظن نقطة في غاية طيب دكتور سمير يعني تعرف أنا والله بالقضايا الوطنية والأمن القومي في بعض الأحيان عن جرح من داخلي إلى حد أكادوا أن أنفجر وبعض الأحيان أتقبل هذه الحقيقة كشخص يتجرع السم ما قاله السيد سمير صوالحة مؤذي جدا تركيا تنسق مع أربيل السليمانية عبر غطان أمريكي تنسق مع إيران الحكومة العراقية تنسق مع من في ملف خطير وأنتم تدركون أن هناك المنطقة مقبلة على ملفات تسوية خطيرة جدا شلد يصير بالبلاد وأن الحكومة مستشارية الأمن القوم استطلعتم رأيها القائد العام ومكتبه وزير الدفاع حتى نستطيع أن نفهم هذا الذي يجري كل ينسق مع من يحب وعلى هواه الولد ويا إيران والإخوان ويا تركيا والحكومة ما أدروا يأمن اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر